وسكن يعقوب في ارض غربة ابيه في ارض كنعان هذه موليد يعقوب يوسف اذ كان ابن سبع عشرة سنة كان يرعى مع اخوته الغنم وهو شبا عند بني بلهة وبني زلفة مرأتي ابيه واتى يوسف بناميمته من رديئه الى ابيهم واما اسرائيل فاحبى يوسف اكثر من سائر بنيه لانه ابن شيخوخته فصنع له قميصا ملونا فلما رأى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام وحلم يوسف حلما واخبر اخوته فازددوا ايضا بغضا له فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت فها نحن حازمون حزما في الحقل واذا حزمتي قامت وانتصبت فاحطاطت حزمكم وسجدت لحزمتي فقال له اخوته العلك تملك علينا ملكا ان تتسلط علينا تسلطا وازددوا ايضا بغضا له من اجل احيامه ومن اجل كالامه ثم حلم ايضا حلما اخر وقصه على اخوته فقال اني قد حلمت حلما ايضا واذا الشمس والقمر واحد عشر كوكبا ساجدة لي وقصه على ابيه وعلى اخوته فانتهره ابوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت هل نأتي انا وامك واخوتك لنسجد لك الى الارض فحسده اخوته واما ابوه فحفظ الامر ومضى اخوته ليرعوا الغنم ابيهم عند شكين فقال اسرائيل اليوسف اليس اخوتك يرعون عند شكين تعال فارسلك اليهم فقال له هانذا فقال له اذهب انظر سلأمة اخوتك وسلأمة الغنم ورد لي خبرا فارسله من وطاء حبرون فاتى الى شكين فوجده رجل واذا هو ضل في الحق فسأله الرجل قائلنا ماذا تطلب فقال انا طالب اخوتي اخبرني اين يرعون فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لاني سمعتهم يقولون لنذهب الى دوثان فذهب يوسف وراء اخوته فوجدهم في دوثان فلما ابصروه من دعيد قبل ما اقترب اليهم احتلوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض هوذا هذا صاحب الاحلام قادم فالان هلما نقتله ونطرحه في احدى الادار ونقول وحش رديء اكله فنرى ماذا تكون احأمه فسمع رؤوبين وانقذه من ايديهم وقال لن نقتله وقال لهم رؤوبين لن تسفكوا داما اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولأتلمسوه لكي ينقذه من ايديهم ليرده الى ابيه فكان لما جاء يوسف الى اخوته انهم خلعوا عن يوسف قميصة القميصة الملونة الذي عليه واخذوه وطرحوه في البئر واما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء ثم جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا واذا قافلة اسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا والاذنا ذاهدين لينزلوا بها الى مصر فقال يهوذا لاخوته ما الفائدة ان نقتل اخانا ونخفي دمه تعالوا فنبيعه للاسماعيليين والاتكن ايدينا عليه لانه اخونا ولحمنا فسمع له اخوته واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف واصعدوه من البئر وبعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضة فاتوا بيوسف الى مصر ورجع رأوا بينوا الى البئر واذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ثم رجع الى اخوته وقال الولد ليس موجودا وانا الى اين اذهب فاخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وارسلوا القميص الملونة واحضروه الى ابيهم وقالوا وجدنا هذا حقق اقميص ابنك هو ان لا فتحققه وقال قميص ابن وحش رديء اكله افترس يوسف افتراسنا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحنا على حقويه وناح على ابنه ايامنا كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فابا ان يتعز وقال اني انزل الى ادمي نائحنا الى الهاوية وبكى عليه ابوه واما المديانيون فبعوه في مصر لفوقي فار خصي فرعون رئيس الشرط